اختتمت جلسات مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الأوسط والذي يأتي ضمن معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 وقد دارت محاور الجلستين الأخريتين من المؤتمر حول العمليات المشتركة للتحالفات والتكنولوجيا الجديدة لتعزيز القدرات العسكرية ونتائج وسياغة السياسات نقاط وضعت على أحرف جوهرية كانت بأمس الحاجة لذلك الإثراء المغلف بالاستراتيجيات التنظيرية والعملية ولأن زحزحة جذور الإرهاب المترسخة في العالم لسيما في بعض مناطق الإقليم تحتاج إلى مواجهة حقيقية مبنية على أسس وخطة محكمة كان لابد من هذا التجمع الذي يوثق أواصر التعاون بين دول التحالفين العربي والإسلامي هذا المؤتمر أتى في ظروف استثنائية تعيشها المنطقة والعالم وهو ما يدعو إلى تحالف الجميع لمحاربة التطرف والإرهاب وقوة الظلام التي إن شاء الله ستنتهي قريبا في هذه المنطقة نبارك لكم عقد هذا المؤتمر المهم وهذا الوجود النوعي وإن شاء الله ستكون هذه نواة لمؤتمرات ومعارض قادمة والبحرين مميز دائما في المضمون والترتيب أربع جلسات ولدت من رحم هذا المؤتمر في شقه التنظيري ركزت على محورين أساسيين المنظور السياسي والاستراتيجي للتحالفات العسكرية والمنظور العسكري العملياتي نحن نركز على محورين التكامل والتعاون في التحالف وكذلك نركز على ثلاث نقاط فرعية منها التصنيع الحربي والتمارين والتريبات وكذلك تعزيز قدراتنا في القيادة والسيطرة مؤتمر يمثل في ظاهره منصة عالمية لتبادل الأفكار والأراء حول المستجدات الأمنية والعسكرية على الساحتين الإقليمية والدولية وفي جوهره دراسة تشاورية جادة تتعلق بمكافحة الإرهاب ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة أعتقد التوصيات ستكون بشكل إيجابي نظرا لوجود التحالف الإسلامي نظرا لوجود منظمة دول مجلس التعاون أعتقد أنه ستكون تطبيقها بشكل إيجابي خاصة إذا اجتمعت العقول السياسية والصناعة العسكرية لذحر الإرهاب فهذا هو المرجو المطلوب في الوقت الحالي إن شاء الله مؤتمر يضم في كنفه أكثر من عشرين متحدثا من القادة العسكريين والمسؤولين من مختلف الدول يأتي في حقبة ترنو إلى تفعيل دور التحالفات العسكرية والأمنية من أجل مجابهة جميع القضايا منظمة دفاعية ذات مجالات رائدة وتقنية عسكرية متطورة استوعبتها دول التحالف في هذا المكان وكانت المنامة شاهدة عليها في إطار تكاملي ومتين هدفه حماية الشعوب كافة وأمله صون كيانات دول المنطقة لتلفزيون البحرين صالح يوسف شكرا